السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي في مسألة جديدة من مسائل الميكانيكا لدينا في هذا السؤال أنه غالبا ما يتم استخدام تجهيزات مشابه لما هو مبين في الشكل في المستشفيات لدعم وتطبيق قوة سحب إضافية وبالتالي في أن عندي نوع من أنواع القوة التي تسبب دعم للقدم وأيضا عندي تطبيق قوة سحب أفقية على الساق المصابة المطلوب الأول هو إيجاد مقدار قوة الشد في الحبل الذي يدعم الساق ما هي قوة السحب المؤثرة على الساق بالنظر إلى الشكل الذي موضح أمامنا نجد أنه أنا عندي كتلة مقدارها 8 كيلو جرام تؤثر بقوة إلى الأسفل فبالتالي يتولد شد في الحبل الذي يمر عبر مجموعة من البكرات فقيمة الدعم الذي يوفره في الحبل هي عبارة عن قوة شد في هذا الاتجاه وطبعا حابب أن نوه إلى شغلة مهمة جدا أنه قيمة الشد في الحبل التي لا تتغير في جميع أنحاء الحبل وبالتالي قوة الشد التي سوف تتولد عند هذه النقطة هي نفس الشد الذي سوف يؤثر إلى الأعلى لتوفير الدعم للقدم وبالتالي لما طلب مني أحسب مقدار قوة الشد في الحبل فهو طبعا بإمكان أني أجيبه من خلال تحليل القوة عند الكتلة 8 كيلو جرام أما بالنسبة لقوة السحب المؤثر على الصاف فطبعا هذا الجهاز بوفر دعم وسحب في نفس الوقت وبالتالي في أن عندي قوة حتكون في هذا الاتجاه وهذه طبعا القوة حطيها الرمز وهو F خلينا الآن نشوف مع بعض كيف نستخدم قوانين نيوتن لإيجاد المطلوب الأول والمطلوب الثاني طبعا هنا أنا قمت بفصل الكتلة لوحدها والقوة التي سوف تؤثر عند نقطة البكرة التي تسبب قوة سحب إلى اليسار وضعتها على اليسار في هذا الشكل حتى أستطيع تحليل القوة بشكل واضح وهذه طبعا التقنية بنسميها Free Body Diagram بالتركيز على الكتلة حتى نقوم بتحليل القوة الموجودة عليها لا يوجد هنا إلا قوة في اتجاه محور Y طبعا إذا أنا أخذت محور X في هذا الاتجاه ومحور Y في هذا الاتجاه فلا يوجد لدي إلا قوة الوزن إلى الأسفل وهذا يعطيها القوة M في جيلها قوة الوزن ويتولد في الحبل في المقابل قوة قوة شد T وهي قوة الشد المطلوبة لأنه كما ذكرنا أن قوة الشد في الحبل في جميع أنحاء الحبل سوف تكون هي أيضا T لا تتغير وبالتالي إذا أوجدت الشد عند هذه النقطة هو نفس الشد الذي سوف يسبب دعم للقدم وبالتالي بتطبيق قانون نيوتن الثاني مع العلم بأن هذه القدم في وضع سكون وهذه القوة تعمل في حالة اتزان وبالتالي سيكون عندي Summation of F Y سيساوي 0 لأنه لا يوجد عندي أي نوع من أنواع التسارع ومباشرة نستنتج من ذلك أن T ناقص M في جي ستساوي 0 وبالتالي بإمكاني بكل بساطة أقول T سوف تساوي الكتلة 8 كيلو جرام مضروبة في عجلة الجاذبية الأرضية 9.8 وهذا حيساوي خلينا نحسبها مع بعض 8 ضرب 9.8 حيطيني 78.4 من 10 إذا 78.4 مقدار الشد نيوتن وأنا هيك بكوني عرفة أول مطلوب أما بالنسبة لتحليل القوة عند البكرة التي تسبب قوة سحب إلى القدم فعندي لدي هنا القوة قوة السحب التي أطلقت عليها F الرمز F ويوجد لدي عند هذه النقطة قوة شد وهي نفس القوة التي حسبناها قبل شوية هذا الشد T وعند البكرة عند هذه النقطة هناك أيضا شد في هذا الاتجاه وقيمته أيضا T والآن بالعودة إلى محاور X و Y نجد أنه قوة السحب تكون في اتجاه محور X السالب وطبعا في المقابل هذه القوة تتزن مع قوة الشادة التي تولدت على نقطة المركز عند البكرة طبعا نلاحظ هنا أنه قوة الشد تصنع زاوية سبعين درجة لأنه الحبل مرتبط في بكرة أخرى في الأعلى في المنطقة هنا وبالتالي هذه في عندي زاوية سبعين درجة طبعا في الحالة هذه إحنا هناخد المركبة السينية اللي هي هتكون أيضا T كوساين زاوية سبعين درجة وبالنسبة للمركبة الصادية طبعا إحنا مش معنين فيها لأنه قوة الشد أو قوة الشد التي تتولد في القدم وهي سامنا قوة السحب F تساوي بالتمام والكمال T كوساين سبعين زاوية T من قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل يسوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه لذلك لو جيت أنا الآن طبقت قانون نيوتن الثاني فبقول إنه summation of F على محور X بساوي سفر هذا طبعا للجسم هنا وطبعا لا يوجد عندي حركة لا على محور X ولا على محور Y وبالتالي الأكسليريشن تساوي سفر ذلك كتبت بالساوي سفر إذن يوجد لدي على محور X الموجب عند قيمة الشد T زايد T كوساين السبعين ناقص القوة التي على اليسار F حيساوي سفر إذن نستنتج من ذلك إنه F القوة حتساوي قيمة T لحسبتها بشوية اللي هي عبارة عن 78.4 ممكن تاخدها عام المشترك لكن أنا حتركة زي ما كده زايد 78.4 كوساين السبعين خلينا نحسبها دي مع بعض الزاوية 70 كوساين مضروبة في 78.4 زايد 78.4 ويساوي 105.2 نيوتن هيك أنا بكون أوجدت قيمة قوة السحب التي يتعرض لها الجسم إذن F تساوي 105.2 نيوتن وهيك طبعا بكون أنا باستخدام 8 كيلو جرام بواسطة الحبال والبكرات عرضت القدم إلى السحب مقداره 105 نيوتن وهذا طبعا المطلوب لعلاج هذه الصعب نلتقي في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر